اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان استضافة حلبة البحرين الدولية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة وان هذا العام يأتي بالتزامن مع الذكرى العشرين لأول استضافة لسباقات الفورميلة في المنطقة التي كانت انطلاقة مهمة جعلت من البحرين موطنا لرياضة السيارات في الشرق الأوسط لما تتمتع به المملكة من مقاومات جاذبة وكوادر وطنية هي الركزة الأساسية لتحقيق النجاحات في مختلف المحافل الرياضية خاصة بطولة العالم لسباقات سيارات الفورميلة وان وذلك بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله وارعه جاء ذلك لدى قيام سموه حفظه الله اليوم بجولة تفقدية في حلبة البحرين الدولية قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة وان الفين واربعة وعشرين في نسخته العشرين حيث قام سموه بجولة في منطقة الفرق والمضمار التقى خلالها كبار شخصيات الفورميلة وان ومدراء الفرق ومتسابقيها والمنظمين كما اطلع على التحضيرات النهائية قبل انطلاقة السباق النهائي وأشر سموه إلى أن المكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين على صعيد استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات العالمية هي ثمرة الجهود المتفانية للكوادر الوطنية وعطاءتها في مختلف الميادين مشيدا بالحرص الذي تبديه الكوادر الوطنية على انجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة وان الفين واربعة وعشرين وما يولون بذله من جهود مخلصة وحفيثة في أداء المهام الموكلة إليهم والتي تسهم في إظهار السباق بصورة مشرفة وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في استضافة حلبة البحرين الدولية للجولة الافتتاحية لهذا الموسم من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورميلة وان من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة وان الفين واربعة وعشرين ولجميع الفرق المشاركة بتحقيق الإنجازات الرياضية كما أعرب سموه عن شكره لجميع العاملين والمنظمين والجهات المساندة على جهودهم المساهمة في تنظيم السباق